لا حكومة جديدة ولا أفق للحل مشهدان يلخصا حالة الانسداد السياسي في العراق التي دخلت شهرها العاشر وتعمقت بين مكونات البيت الشيعي مشهد التظاهرات الذي دخل أسبوعه الثاني لازال حاضرا داخل وأمام قبة البلومان وفي محيطه أكضا نحب واليوم تجمع أنصار الزعيم الشيعي مغتد الصدر في العاصمة بغداد لحياء ذكرى عشراء ورفعوا الأعلام في استعراض جديد للقوة وعلى وقع هتفات أنصاره غرد الصدر على تويتر مؤكدا عدم قبوله بما وصفهم بالفاسدين ولا حتى بساسة يريد لهم المشاركة لا يريد لهم المشاركة في حكم البلاد تغريدة الزعيم الشيعي جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان زعيم ائتلاف دورة القانون نوري المالكي رفضه لدعوة زعيم التير الصدري للانتخابات المبكرة ورفضه كذلك لدعوات حل البرلمان قائلا لا تغيير للنظام السياسي في البلاد ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة البلمان العراقي إلى الانعقاد هكذا يقول نوري المالكي كلها مواقف تكشف حجم الخلاف المستمر داخل البيت الشيعي وخصوصا التيار الصدري وخصمه الإطار التنسيقي ومعها باتت كل الطرق نحو أي توافق أو حل سياسي مغلقة والأوضاح تتجه نحو المزيد من التعقيد وهو ما ظهر في مشاهد تظهر طرد عراقيين لرئيس الحشد الشعبي فالح الفياض من مدينة النجفة نتابع الآن طرد فالح الفياض من المشاعر ترجمة نانسي قنقر